موسيقى هبت بطائرة جزائرية وحراسة جزائرية وحراسة جزائرية كأنني مبعوث جزائري بيش بس مبعوث فلسطين يعني يريد أن يقول للعالم أنه هذا الموفد الفلسطيني اللي اسمه ياسر عرفات مجايد وحده لا الجزائر وراه قلبا وقالبا فهل لي فهل لي أن أعبر عن ترحيبنا الحار لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية وأدعو الرئيس ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والقائد العام للطورة الفلسطينية لإلقاء كلمته فليت تفضل سيد الرئيس أنتهز هذه الفرصة لأتقدم لكم باسم الشعب الفلسطيني وقائدة كفاحه الوطني منظمة التحرير الفلسطينية بأحر التهاني على انتخابكم رئيساً للجمعية العامة للدورة التاسعة والعشرين للأمم المتحدة ولا شك لقد عرفنا فيكم الإخلاص والتفاني في خدمة قضايا الحرية والعدل والسلام كما عرفناكم من بين صفوف الطلائع المناضلة أثناء حرب التحرير الوطنية الجزائرية فالجزائر اليوم قد ارتقت في دورها وفي مسؤولياتها الوطنية والقومية والدولية إلى مستوى رفيع حاز على تأييد واحترام دول العالم بأجمعها خاطب شعوب العالم كافة باسم الشعب الفلسطيني لقد اقتكم يا فلاذة الرئيس بغصن الزيتون في يدي وببندقية الفائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي لا تسقط الغصن الأخضر من يدي لا تسقط الغصن الأخضر من يدي لا تسقط الغصن الأخضر من يدي أخيرا تمكن العالم من سماع صوت فلسطين بصوت فلسطيني كوبل خطاب الثائر الفلسطيني الذي جاء مطالبا بحل سلمي عادل لقضية شعبه بعاصفة من التسفيق استمرت لدقائق عدة موسيقى لا انا سقول له كمان موقف لا بد او ما اذكره عربيا في الخلاف الذي حدث بين مصر وبين بيبيا هي بالسجاد وانا شهدت هذا بنفسي لانا قلت وحاول جهدي في هذا الموضوع وانا موجود عند الرئيس معمر وإزبي يسغل ثم يجتمع به ثم يتحرك إلى القاهرة انا كنت رايح جاي لم استطع ان اوفق ولكن هو تحرك وانهى الموقف واوقف البعارك وبحزن متحر يصرني ايها الاخوة والاخوات ان اعلن على اسماعكم بانه وقع الليلة البارحة اتفاقا شاملا يسوي جميع المشاكل القائمة بين البلدين الشقيقين ايران والعراق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ارسل قوات ليس هذا فقط ولكن ذهب الى القاهرة ومن القاهرة ذهب الى سوريا ثم بعد ذلك ذهب الى ليعرف احتياجاتهم عشان يطلع على الاحتياجات التي يريدونها ثم ذهب الى الاتحاد السوفيتي ولهم الآن وفورا تحركون دبابات الى مصر والى سوريا واسلحة واسلحة بدل التي فقدها السوريون والمصريون في المعارك فالولو هذا يعني ابدولو بعض الامر هذا سيأتي على يعني اعطينا فرصة الوم اسكانتها فيه فرصة الماء فالجزاء ستتحمل المياه ودفع في ذلك الحين شك بمئتين مليون دولار دفعهم فورا للاتحاد السوفيتي وكان زمان ها المئتين مليون دولار يعني يعني المئتين مليون يعني اكأنك في ذلك الوقت اكأنك في ذلك الحين تدفع 2000 مليون دولار يعني 200 مليون دولار في ذلك في 67 لكننا الآن ندفع 2000 مليون دولار دفعهم للاتحاد السوفيتي ليسرع في إرسال الأسلحة إلى مصر وإلى سوريا رفض بشمشي البحر والإيطاليا وللشيات أخرى لأن قمرت على رجولة الجزائر الجزائرين الجزائرين أنا أعرفهم الرجال وأصحاب مدة ما كيف نقوله إحنا بلغتنا رجال نستفق فأنا الرجولية قمرت عليهم نعرفهم الرجال والله فكرت فأنا ما قالي أنا البحر وإيطاليا وكذلك قلتوا لا وطلعهم وطلعهم يبيعوا الواحد وشيوهم بالفتر عندهم شهامة ومرؤة شهامة ومرؤة ورزولية ورزولية قبرت عليهم هذه داءة لا يمكن أننا ينساها أحسمة بعد ذلك كما تذكر أرسل قوات وظلت هذه القوات موجودة حتى حرب 73 وكانت هذه القوات من حصن الحظ أنه هذه القوات الجزائرية كانت بجوار القوات الفلسطينية فقتلنا سويا جنبا إلى جنب على قناة السويس مع إخواننا الجزائريين ومع مين مع بعض الضباط الذين ضربوهم إخواننا الجزائريين سبحان الله شوفوا الزيز الصدق والمناسبات الطيبة وقال كلمة المسهورة أن العربية تركها وإذا إسرائيل تعتقد أن أخذت سيناء وأخذت اليولان وهذا الضفة الغربية وهذا الغزة فهيكب تعرف أن العمق العربي واصل لغاية الجزائر اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة